كما أعلن مدبولي أن تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج يحتاج إلى 30 مليار جنيه مشيرا إلى أن هذا الرقم مخصص للإنشاءات الجديدة ورفع كفاءة إنشاءات قائمة في مختلف الأفرع للشركة على مستوى الجمهورية إحنا كدولة النهاردة عشان نقدر أن ندخل ونعمل حركة أو تطوير حقيقي في هذه الصناعة اللي هي صناعة مهمة جدا وأساسية الدولة المصرية كانت بتستعرض قدامها لأن هذا النموذج موجود على مستوى كل شركات قطاع الأعمال والشركات التابعة للدولة فعشان نختار النهاردة إيه اللي يتطور وإيه اللي ما ينفعش يتطور ده بيبقى تبقى لرؤية الدولة وتواجد القطاع الخاص واهتمامه في هذه القطاعات بمعنى عشان أوضح بصورة واضحة المشروع اللي احنا فيه النهاردة عشان يتطور حضراتكم شفتوا الأرقام 30 مليار جنيه فقط لهذه الشركة القبضة عبارة عن 8.5 مليار إنشاءات جديدة ورفع كفاءة إنشاءات قائمة ده مختلف الأفرع بتاع الشركة القبضة مش المحلة بس اللي موجودين على مستوى الجمهورية بالإضافة إن احنا نجيب مكان جديد بـ 650 مليون يورو اجماليهم مع بعض نحسبهم 30 مليار جنيه ترجمة نانسي قنقر